هيا الله الحبايا بيوكم مسام قيمز ومثل ما وعدكم دائما يوكم تحياتي لكل حبايا بمشكورين دعمكم ومشكورين اللايقاتكم تصريحات روكستار المخيفة والمرعبة واللي علنت على هواي اشياء وصور نزلت وتصريبات اكوش شون جبت لكم هواي اشياء وصور للوحات وشلون رح يصير الكستومازيشن وين رح تقدر انت تسوي كستومازيشن يعني بعد ما يحتاج تسوي ايب او اي شي او تنزل بالتليفون طبعا روكستار تقول عندك ثلاث اشياء انت تقدر تسوي بها الكستومازيشن هي الويب التليفون او عندك بالبيت او قراج يعني او كومبيوتر فثلاث اشياء راح انت تلقي هنا الايكونة وهو اي ناس تقول انه راح يسمو ميكانيكا الايكونة لان حتى الناس تعرف انه هذا الكستومازيشن اللي هو اللوحات طبعا مثل ما تشوف تقدر تدخل من الكمبيوتر او تقدر تدخل من الويب براوزر اللي هو موجود عندك بتليفونك وهنانا راح نروح الى موقع راكستار الرسمي ونشوف روكستار شنو علنت عليه الاشياء المخيفة وتصريحاتها الاخيرة وهنا مثل ما تشوفون روكستار انه اللوحات راح تيجي الاسبوع الجاي فالناس تقول انه الخميس الجاي يوم عشرين وناس تقول ما اعرف فما حد يعرفوا بهذا الشي لان التحديث راح يكون داخلي باللعبة يعني مثل ما شفتوا بالكمبيوتر والتليفون وعن هاي الطريقة راح تقدر تغير لوحاتك فروكستار تقول هنا انه الاسبوع الجاي راح تكون اللوحات موجودة عند الناس وتقدر تلون اللوحات انت اللوحة اللي تريدها وحتكون عندك تلاثين لوحة موجودة تقدر تستخدم تلاثين لوحة هذا احلى شي وهنانك قالوا شلون انت تسوي الوردر لهاي اللوحة كاتبه لك هنانا ديسكتوب لو تليفون لويب بروزر مثل ما شفتوا بالمقطع احلى شي هذا يعني لا اكو ولا عندك فتشي خارج الجيم لان دائما من اشياء تصير خارج الجيم راح تصير بها مشاكل والابليكيشن قديمة وبها باقز هواية وفتشي مو طبيعي فهذا الشي خرافي خرافي يعني روكستار صرحت عليه وفرح يكون هو اسبوع الجاي فاحنا ما نعرف انه اسبوع الجاي اش وقت بالضبط وين ويا يوم هذا الشي ما نعرفه راح يبقى عند روكستار بس اكثر الاحتمالات هو يجي يوم الخميس بالتحديثات مع روكستار اما نجي هنا الى الصور والتسريبات اللي حصلت عليها فجبتلكم بعض الصور واللوحات اللي هما كانت قبل تحجيب هذا الموضوع فهسا سويت هذا الشي صحيح فهنا مثل ما تشوفون الصور اللي نزلتها روكستار بس مو رسميا وما تقول هاي عنها هاي اللوحات الشون شكلها وشلون راح تصير فاللوحات راح تكون تسعين بالمية هذا الشكل اللي جبتلكم اياه وتسريبات اللوحات فالشي خرافي يعني الواحد يقدر يسوي لوحات سيارته على اللون السيارة مالتك يعني مثلا السيارة مالتك حمرة وبيها لون اصفر راح تلقى هاي اللون مع اللوحة مناسب السيارتك حتى السيارتك تكون في شي خرافي رهيب شكله حلو واو طبعا يعني شي هذا حلو واخيرا خلصنا من الابليكيشن اللي موجود باللعبة اهنا راح يصير سريع انك راح تيجيك اللوحة بنفس الدقيقة لان بنفس السيارفر وبنفس كل شي وين انت بياه سيارفر وبياه جيم فأتمنى من الله ان اعجبكم هذا المقطع حبايبي وكل المعلومات تكون وصلتكم وان شاء الله اكون ياكم دائما بالبثوث اليومية وايشي تحتاج مساعد بقراند حياك الله انا موجود اياتي لكم ولا تنسونا بلايكاتكم ودعمكم ودائما اكونوا ياكم السلام عليكم يا حبايبي اشتركوا في القناة